المواقف كثيرة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول ما وصل وسيدنا النبي لما ذهب إلى بيت أبي بكر راح في وقت لا يعني يذهب عادة فيه راح إمتى ذهب في وقت الظهيرة في وقت الحر الشديد يعني شوف احنا النهاردة مثلا جو ايه صعب شوية صعب ربنا يأون على الناس كلها والله الناس تشتك من الحرارة تخيل بأ الحرارة لكانت موجودة في مكة المكرمة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في وقت الظهيرة وذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخبره بمسألة إنه أذن له في الهجرة سيدنا أبو بكر في هذا الموقف لم يخبر أحد ده حتى ولده مقيم معه في البيت فسيدنا النبي لما دخل بيقوله أخرج من عندك فقال يا رسول الله لا يوجد أحد إلا أهل بيته بس فقط فالنبي أعد مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه